دكتور لميس عملتوا إيه لحد دلوقتي؟ تم صرف فلوس قد إيه؟ يعني بتعملوا إزاي على القرى اللي بتشتغلوا عليها أنها تكون بشكل متوازي تشتغلوا فيها كلها مع بعض؟ إحنا اشتغلنا في القرى المحافظات اللي احنا بنشتغل فيها هم عشرين محافظة بنشتغل في واحد وخمسين مركز طبعا القرى اللي بيتم تحديدها المركز كله بيدخل قراء ضمن الشول بنشتغل إزاي؟ احنا بنبدأ من تحت الصفر يعني احنا بنفتح القرية كلها كده عشان نبدأ ناخدها ليارس كده من فوق بعضها كل مرحلة فبنبدأ بالصرف وبعديها الميا والكهرباء والالياف الضوئية احنا كنا مستهدفين أن احنا نوصل لهم أحدث حاجة في فضل الاتصال وأن هم يبقوا على الاتصال لأن في قرى حرفان كانت معزولة عن العالم سبب أنه عندهاش قلية التصال فكان كل الجهات بتشتغل في نفس الوقت على التوازي كل واحد بيقدي دوره كل واحد بيشتغل في نفس الوقت ما عندهاش شبكة أنتونيك؟ ما فيش طرق زي ما هي كانت بتحكي أن هما كانوا بيعدوا كانوا احنا دينا صور وقتها صورين التلاميذ وهم بيعدوا على مواسير الطرع علشان يعدوا ناحية تانية يروحوا مدرستهم فدي حاجة ما فيش طرق ما أنا كلمة ما فيش طرق بيبقى مجرد ما مشاء صغير فأنتي ما فيش مساحة توصلي لهم خدمات ما فيش انترنت ما فيش أبرج تليفونات محمولة ما فيش أي حاجة فهم بيبقوا فعلا معزولين ما يرفوش حاجة عن العالم ما يرفوش إيه اللي ممكن يكون في برا إزاي يطوروا من نفسهم في ناس كان بتسعوا وبتحاول وده كان فوق طائطها لمحدودية داخلهم وفكرهم برضو فوجودنا هناك وده اللي تقابل الأول بفكرة أنتوا جايين بس فترة وهتمشوا بس لما هما لقوا المرضود ولما سوا بأديهم بقوا هما اللي بيحافظوا على الحاجة وهما اللي بيسعوا أنه هما يكملوا معانا ويرقبوا ويمتأكدين أن الحاجة تتعامل صح ويبعطونا صور أنتوا بتعملوا حاجة في المكان الفلاني طيب هما هنا ناقص حاجة محتاجينها أنها تبقى موجودة أو خلوا بالكم من حاجة فبقى هو الرقيب نفسه على المشروع اللي بتعمل هل قادر أقول من كلام حضرتك أن دي الضمانة اللي بياخدها أو اللي بتاخدوها وإنتم بتشتغلوا على أنه بعد سنوات هترجعوا تلاقوا القرية ما رجعتش لنقطة صفر مرة تانية ده جزء من الضمانات اللي احنا اكتسبناها وإحنا بنشتغل الأرض لأن المواطن البسيط ده نفسه شارك في تطوير قريته وده طبعا كان أول مرة أن احنا يبقى في الدولة بتنزله علشان تسمع منه في لقاء جماهيري وعرف أنت احتياجك إيه ولو احتياج خاص فأنا بعمله توجيه مختلف لو احتياج يخص القرية كلها فبنقول إحنا نازلين بخطتنا هنعمل واحد اتنين تلاتة لو أنتوا شايفين أنه لا فيه أماكن أو فيه مشروعات محتاجين لها تكون موجودة أكتر أو بشكل مختلف إدونا احتياجك وطبعا كنا من لبلهم الحاجات دي فمن الأول لما اكتسبنا ثقاتهم بقوا هم اللي بيسعوا إزاي إن هم يحافظوا على ده بقى الوليد بتاعهم وهم لمسوا الفرق بين حياتهم قبل كده وحياتهم بعد التطوير فهم اللي بقوا بيحافظوا على الحاجات موسيقى